السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبات وطلبات الصفة الخامس الافتدائية رب تكونوا جميعا بخير معكم مستر اسامة الهادي النهاردة ان شاء الله هناخد درس جديد ويونت جديد اليونت الجديد يا حبيبي فيه كذا حاجة لازم نشوفها مع بعض هندرس فيه تلت دروس الدرس الاول بيتكلم عن حاجة اسمها التعبيرات الرياضية الدرس التاني عن حاجة اسمها السابت والمتغير الدرس التالت عبارة عن المعادلات طبعا اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ويختار منه كل عشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله هيكون فيه مراجعات على شهر ابريل ونظام الامتحان المتعدد قريبا هننزله فيديوهات بإذن الله بس يعني فضلنا حساتين تلاتة كده نخلصهم وان شاء الله نبقى على طول مراجعات بإذن الله ويبقى عندنا وقت ان شاء الله رجع كل الأجزاء بتاعت المناج طبعا هتلاقيوا في أسفل الفيديو تعليق مسبت يوصلكوا لكل الحلقات بتاعة الترم التاني وخصوصا اللي هي بتاعة شهر ابريل كلها موجودة يلا بينا حبيبي نبدأ الدرس أول حاجة هناخدها الدرس الأول اللي هو بيكلم عن حاجة اسمها التعبيرات الرياضية ايه هي التعبيرات الرياضية اول حاجة حبيبي في التعبيرات الرياضية حاجة اسمها التعبيرات العددية عندنا تعبيرات عددية عندنا تعبيرات رمزية وعندنا تعبيرات لفظية باللفظية تعالوا ناخد أول حاجة التعبيرات العددية ايه هي التعبيرات الرياضية العددية دي عبارة عن جملة جملة الرياضية ما دي رياضة اللي احنا بندرسها يبقى دي اسمها جملة الرياضية بس ما فيهاش رموز ما فيهاش اي رموز زي ما انتنا شايفين كده ان احنا عندنا مثلا الاربعة زائد التلاتة بتساوي سبعة اتناشر ناقص تمانية بتساوي اربعة خمسة في تسعة في كم بخمسة واربعين كل ده جملة الرياضية ما فيهاش اي رموز خالص تلاتة وستين على السبعة فيها تسعة يبقى هي دي ايه التعبيرات العددية تعالوا بقى نشوف بعد كده النوع التاني من التعبيرات بعد التعبيرات العددية فيه حاجة اسمها التعبيرات الرمزية ان احنا جملة الرياضية برضو هي عبارة عن جملة الرياضية فيها قيمة مجهولة بنعبر عن الكمة المجهولة دي بالشكل يعني فيه جزء مجهول بنعبر عنه بالشكل ده مثلا بنعبر عنه بشكل مسلس بمربع دايرة اي انكان يعني او ان احنا نعبر عنه بحرف ان احنا نقول سين او صاد او عين يبقى ممكن نعبر عنه الرمز بحرف زي السين والصاد والعين او شكل زي الاشكال اللي قدامنا يعني عندك الشكل ده زائد التمانية بيساوي خمستاشر دا لو انت عبرت عنه بالشكل هو نفسه لو انت جيت هنا عبرت عنه بالايه بالرمز شوف يا حبيبي عندنا اول حاجة مسلا ده قال لك المسلس ده يبقى المسلس ده ده عبارة عن مفروض رقم بس احنا عبرنا عنه بالشكل ده وهنا برضو المربع ده هو المفروض ما كانه فيه رقم هنا الدايرة دي المفروض ما كانه رقم المستطيل ده المفروض ما كانه رقم يبقى دي كلها اسمها اشكال الاشكال دي بنعبر عنها بالحاجة اللي نقصانا القيمة المجهولة طيب ده بالنسبة للتعبيرات الايه الرمزية طيب احنا نقدر نستبدل بقى الاشكال دي ده مثلا شكل زائد التمانية هنشيل الشكل ده ونحط ما كانه سين يبقى سين زائد التمانية بيساوي خمستاشر ونقدر نجيب السين بكام دي المرحلة اللي هنشوفها دلوقتي الدايرة دي هنعبر عنها مثلا بصاد اربعة فصاد بكام بستة وتلاتين نقدر نجيب كمية صاد طيب هنا اربعة وتلاتين نقص عين بيساوي عشر تبقى العين بكام دايما في قيمة مجهولة واحنا بنبحث عشان نجيبها سبعة على تسعة بتساوي به على كام على خمسة واربعين طيب يبقى البيه دي بكام هو دايما في قيمة مجهولة البيه ده مجهول بالنسبة لي السين ده مجهول العين مجهول الصاد مجهول كذلك الاشكال دي اللي احنا كنا بنحطها ما كان السين والصاد والعين والبيه كانت مجهولة بالنسبة لي فاحنا دايما التعبيرات الرمزية او التعبيرات بالاشكال هي عبارة عن قيمة مجهولة بالنسبة لنا واحنا بنعبر عنها يا اما بشكل يا اما بايه يا اما بحروف او رموز تعالوا بقى يا حبيبي اللي احنا عملنا ده او قلناه تعالوا نرسم الكودة في جدول ونشوف هنعبر الكلام ده ازاي ازاي بقى بتعبر عن الحاجات دي تعبير اللفظي هنفترض هنا مسلا شكل المثلث ده او ان هو السين اين كان يعني ده كده مثلث او ان احنا ممكن نعبر عن المثلث بالسين بقى المسألة زي ما هي معناها لما نيجي نقول بقى نقول ايه هو العدد اللي احنا لو ضفنا اليه تمانية هيكون الناتق خمستاشر ده اسمه تعبير اللفظه اسمه ايه تعبير اللفظي طب تعالوا هنا هنا فيه علامة فيه فهنقول ايه ان الاربعة مثلا فصاد بتساوي ستة وتلاتين شننا الدايرة او ان احنا نقول اربعة فصاد يعني هي نفسها اربعة صاد يعني الاربعة فصاد هي نفسها اربعة صاد او ان الاربعة صاد بتساوي ستة وتلاتين هنعبر عنه نفظيا لما اجي مثلا نتكلم نقول ايه هو العدد يا مستر اللي احنا لو ضربنا فاربعة هيديني نياتك ستة وتلاتين فقولك يا حبيبي بقى لازم تقسم ستة وتلاتين على اربعة تديك تسعة تعالوا هنا اربعة وتلاتين نقص شكل المربع ده بيديك عشر طب هنفترض المربع ده هنستبدله بعين يعني بحس المربع ده كده لكنه هو ايه عين اي ان كانت شكل او رمز هنقول ايه هو العدد ده ده ناقص كده عدد قيمة مجهولة اللي احنا لو طرحنا طرحنا اذا طرحها من الاربعة وثلاتين يعني لو طرحناه من الاربعة وثلاتين هيديني عشرة الناتج يكون عشرة طيب هنا سبعة على تسعة بيساوي اللي هو المستطيل ده على خمسة واربعين هلسأل ايه هي قيمة ده طبعا دي هو نفسه بيه هو حطه بيه مكان ماشي اين كان الشكل واين كان الرمز المبدأ واحد الجزء ده ناقص كنته مش معروف هنقول ايه هو قيمة ب اللي تجعل الكسر اللي هو البي على خمسة واربعين ده هو نفسه السبعة على تسعة مش سبعة على تسعة بيساوي بيه على خمسة واربعين فبالبداية هتكون كام يا مستر علشان نخلي البي على خمسة واربعين هي نفسها السبعة على تسعة بتقافئة يعني زيها بالظب يلا حبيبي بيبقى نتشوف الحتة دي مهمة ايه لما نقول على حاجة ضعفها يعني لو عندك مثلا عدد زي سين عدد زي سين بالشكل ده كده وبعدين احنا عايزين الضعف بتاعة بنقول ايه بنقول اتنين سين طب لو عايز تلت امثاله او تلت اضعافه يعني بيقوله ساعات تلت اضعافه يبقى ايه تلاتة سين اربع امثاله تبقى كام اربعة سين طب لما نيجي نقول بقى خمس امثال هنقول ايه خمسة سين طب لما نقول نصفه العدد سين النصفه كام يبقى نص سين هي نفسها سين على اثنين بالشكل ده كده طيب لما نقول تلته تلت العدد سين يبقى واحد على تلاتة من سين هي نفسها سين على تلاتة طب لما نقول مطروح منه العدد ده مطروح منه يبقى لازم نجيب السين للاول ونقول ناقص طيب لما نقول العدد سين مطروح منه مش مطروح منه مطروح من يبقى هنحط هنا ايه نقول ناقص سين لان في رقم قبلي والسين هتبقى مطروحة منه يبقى لما نقول السين مطروح من او العدد سين مطروح من يبقى في رقم من هو اللي يجي الاول قبل السين طيب لما نقول ان العدد سين مضاف اليه يبقى السين ونضاف اليه يعني زائد هنضيف اليه يعني هنجمع عليه رقم تاني. ويجي طبعا الضغفة احنا اخدناها في الاول. يلا حبايب ناخد امثلة مع بعض. بيقولك اكمل بتعبير رمزي مناسب. اذا اضفنا العدد ستة الى العدد سين. الناتجة هيكون ايه? احنا لسا اواخدانها. يبقى لازم اضفنا الى العدد سين. يبقى لازم السين اللي هي ايه? هي اللي هتيجي الاول. يبقى هنقول كده سين. هنقول سين. زائد ستة. يبقى سين زائد ستة. طيب اللي بيقولك عددين. المجموع بتاعهم تسعة. واحدهما يا صاد. فان الاخر يكون. هنا السؤال. المجموع بتاع العددين تسعة. احدهما صاد. يبقى هي التسعة. وهنقول ناقص صاد. المفروض بقى تسعة ناقص صاد هتديني ايه? هتديني العدد اللي ناقص. يبقى العددين انه مجموعهم تسعة. واحدهما صاد هتبقى تسعة ناقص صاد. هو النتج بتاعه بقى هو ده العدد التاني. بعد كده بيقول لي اربعة امثال العدد الف. اربع امثال العدد الف مطروحا منه. عشرة. اربع امثال العدد الف يعني اكناها اربعة في الف. يعني اكناها اربع الف. مطروحا منه. مطروحا منه يبقى ناقص. عشرة. بقى نكتب عشرة. دي الف. اربع الف. بيقول لك. سلس العدد سين. سلس العدد سين. مش قولنا يعتبر واحد على ثلاثة في سين. ايوة. مرافو عليكم. يعني اكناها سين على كام? على ثلاثة. معه تلت العدد سين. يعني سين على ثلاثة. ربع العدد سين. يعني سين على اربعة. خمس العدد سين. يعني سين على خمسة. مضافا اليه حداشة. اذا زاد حداشة. نيجي بعد كده حبيبي. بيقول لك ربع العدد سين. يبقى ايه? مرافو عليكم. سين على اربعة. بس ايه? مطروحا من تمانية واربعين. مطروحا منه ايه? تمانية مطروح من التمانية واربعين. يبقى لازم التمانية واربعين تتقال في ايه? في الاول. لان ربع العدد هو اللي مطروح منه. يبقى يجي تمانية واربعين الاول. ونقول ناقص ربع العدد سين اللي هو ربع في سين. او سين على اربعة. كده او كده. الحل صحيح. هنا بيقول لي تلات اعداد طبيعية. متتالية. متتالية يعني جاية واربع عدد. بيقول لك اصغرها سين. يبقى لازم اول حاجة تيجي اللي هي ايه? السين. نكتب سين. عصغرها سين. العدد اللي بعدها ممكن تبقى ايه? تبقى سين زائد واحد. هنقول هنا سين. زائد واحد. اللي بعدها تبقى سين. متتالية يعني جاية واربع عدد. سين زائد كم? اتنين. السؤال اللي بعده بيقول عندي تلات اعداد طبيعية فردية. متتالية. اصغرها صاد. يبقى صاد لازم تيجي في الاول. هنفترض يا حبيبي ان الصاد دي برقم واحد. العدد الفرد اللي بعده كام? هيبقى ثلاثة. طب واللي بعد الثلاثة خمسة. يبقى لازم نزود اتنين على الصاد. طب فرضا يا يا بشوات ان الصاد بخمسة. طبعا انتو بشوات للكم شطار وان شاء الله اقول لكم متفوقين وطلعين الاوائي. عندنا الصاد دي هي العدد الفرد. فرضا خمسة اللي يجي بعدها كم? سبعة. اللي يجي بعدها تسعة. يبقى دايما فيه اتنين فرق. يبقى اول رقم لو صاد. تاني رقما يبقى صاد. زائد. اتنين. هتزود اتنين. واللي بعديها هتبقى صاد. هنزود كمان اتنين. تبقى زائد اربعة. نفس الفكرة بس بيقول لك تلات اعداد طابعية زوجية متتالية. اكبرها الالف. يبقى الالف اخر حاجة. بس خلي بالك. هو بيقول لك الالف اكبر من او يساوي التمانية. اكبر من او يساوي كم? التمانية. يبقى ما ينفعش يكون ست او خمسة او اربعة. تعالوا نشوف النتيجة. شوفوا حبيبي. بصرف النظر عن الف اكبر من او يساوي تمانية. هو بيقول لك اكبرها الف. يبقى او اخر حاجة نحطها كده هي الالف. طبعا احنا عارفين ان الفرق ما بين كل عدد زوجي والتاني كم? اتنين. يبقى المفروض دي تبقى كم? تبقى الف. ماقس اتنين. اللي قابليها الف. ماقس اربعة. يعني ايه الكلام دي? يعني لو الالف دي مثلا تعتبر هنفترض انها عشر. اللي قابليها تبقى كام? تمانية. اللي قابليها تبقى عشر رقص اربعة بكام? بستة. وهكذا. بعد كده بيقول لي مستطيل. نصفه محيطه اربعين سنتيمتر. وعرضه سين سنتيمتر. فطوله هيساوي كام? النوع ده يا حبيبي ان المسائل سهل جدا بس لازم نفهمه كويس. هنفترض ده المستطيل بتاعنا. اهو. بالشكل ده. وبعدين بيقولك نصف المحيط اربعين سنتيمتر. هو المحيط عبارة عن ايه? عبارة اتنين من العرض. هنفترض ده العرض بتاعه. وده الطول. يعني ده كده العرض. وده كده ايه? الطول. نصف المحيط يعني ده معده. نصف المحيط اربعين سنتيمتر. العرض سين. يعني العرض ده ايه? سين. يعني اكتب هنا كده ده سين. طب. يبقى سين زائد الطول ده بيساوي كام? بيساوي اربعين. معه نصف المحيط. يعني السين زائد الايه? الطول. معه العرض سين. اهو. هو عايز الطول يشوف كام? وقد ايه? لما يكون ده سين وده معده بيساوي اربعين. صح? يبقى الطول بيساوي كام? اربعين ناقص سين. اللي اربعين الاتنين دول مع بعض هنما نصف المحيط. لان المحيط اتنين من ده. واتنين من ده. طبعا احنا عارفين ان ده يساوي ده. وعندنا ده كده. يساوي ده كده. العرض. يبقى عندنا اتنين عرض واتنين طول. مجموعهم مع بعض بيساوي المحيط. بس هو بيقولك نصف المحيط. نصف المحيط يعني ايه? يعني ده معده. يعني الطول مع العرض بيساوي اربعين. لما السين زائد الطول بيساوي اربعين. يبقى الطول بيساوي كام? بيساوي اربعين. ناقص سين. اللي بعدها حبايبي بيقول اللي مستطيل طول وضع في عرضه. فاذا كان عرضه صاد. هنفترض ان هي دي ايه? مش سين. هنفترض ان هي دي كده صاد. اهي. دي كده هنفترض دي كده. دي كده اكلنا ايه? صاد. تبقى دي كام? هتبقى دي اتنين صاد. مع وده المستطيل. طوله دعف عرضه. لو العرض ده صاد يبقى طوله ايه? اتنين صاد. فان فاذا كان عرضه صاد فان طوله هيساوي ايه? هيساوي اتنين صاد. يبقى هنا هنكتب اتنين صاد. وكده يا حبيبي نكون خدنا الدرس الاول من الواحدة التانية. آآ اللي هو التعبيرات الرياضية. ان شاء الله المرة الجاية نكمل مع بعض بزينا. طبعا اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس ويختار منه كل عشان يوصلوا مني كل الجيد. وهتلاقي تعليق مسبت في اسفل الفيديو. لينك يوصلك لكل الحلقات اللي فاتت بتاعتي الترمي التانية كاملة. تمنيتي لكم بالنجاح والتوفيق معكم مستر اسامة الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.